بهذا الشكل المؤلم بساتين دمرت وأراض تصحرت وأغصان ماتت بسبب العطش وشحة المياه والأهالي يناشدون من ينقذهم وبساتينهم وأشجارهم التي تتجاوز أعمارها العشر سنوات من هلاك ودمار للقطاع الزراعي ومزر رزقهم الوحيد موضوع المي بديالة حالة يرثى لها يعني ديالة كانت الناس بالزوارقة التي عبرها هسا تمشي سير على أقدام تعبرها يعني أدر العرفاني الحكومة المرتزية الحكومة المحلية بديالة شون شغلها من دي شوف هذا الوضع يعني تستجيب للناس هالبساتين انتهت أخي انتهت اتحولت إلى قطع أراض سكنية يعني انطوا إيجاز له البساتين أنه يقطع البستان يسويها إلى قطع أراض سكنية يعني ما عرف انه وزارة الموارد شنو شغلها الوزير يعني شنو يجيب يطلع لي على الإعلام انه ايران قطعة المياه من نهر سيروان والكارون عن العراق أنا هذا ما يفيدني هذا أريد نشوف الحكومة المركزية يسوي حال اكو اتفاقيات دولية وين هل اتفاقها دولية انه عاني محاوظة ديالة والبساتين من ناحية الماء ما ماكو بديالة قط ورب الكعبة ما عليها المجاري فقط والبساتين انتهت وورا هننطوا وجوهنا ما ندري ونعاني من ماء الشرب في المناطق ماء الشرب ما موجود والبساتين انتهت ماتت مات البرتقال واحنا يسموننا محاوظة ديالة ام البرتقال والبرتقال انتهت والنخيل انتهت كلها قامت حم وتقع من سبب العطش فيما اكدت مديرية زراعة بعقوبة بان هذا العام الاضرار كانت كبيرة بسبب شحة المياه وارتفاع درجات الحرارة الذي اثر تأثيرا مباشرا لاسيما الاماكن العليا في الاخصان السنة الاضرار اللي اصاب هذي البساتين اضرار بليغة جدا تتمثلت بالجفاف دورة المياه اكثر من ستين الى سبعين يوم في ظل ظروف درجة حرارتها توصل الى خمسين درجة ميوين اللي زاد الطين بلغ خلينا نقول الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة ادى الى لفحة الشمس اللي هي معروفة عندنا تيبس الغطاء السطح العلوي من الاججار ومع ان تجريف البساتين والاراضي الزراعية امر ليس بالجديد الا ان مشكلة الجفاف قد تشكل ذريعة كبيرة تدفع اصحاب البساتين والمزارع الى تجريف مساحات اكبر من الاراضي الزراعية ما يدعو الجهات المعنية للتحرك الفوري وتنسيق الجهود للحد من هذا العمل الكارثي من محافظة ديالة حسن شمال التغيير الفضائية تطرق تجريف اشتركوا في القناة